اشتركوا في القناة البوكيمون لعبة البوكيمون التي عملت ضجة كبيرة مؤخرا الكلام الذي سوف اقوله في هذا التحذير او في هذا الفيديو فهو ليس كلام يعني من الهوى اولا هو كلام عن من مهندسين من خباراء من هاكرز يشتغلون بهذا المجال حسنا اولا وكل ما في الموضوع ان لعبة عادية يعني تقوم بتحميلها على هاتفك وتقوم بلعبها لا ليست كذلك اخي المشاهد اللعبين قد نزلت الى سوق الالعب مؤخرا ومع ذلك انتشرت وعملت ضجة كبيرة بشكل غير طبيعي وبكل العالم مع ان لعبين عادية جدا لكن الذي انت لا تعرفه هو ان اولا ان هذه اللعبين تشتغل عن طريق جي بي اس يعني ضروري عندما تريد ان تلعب هذه اللعبة يجب عليك تشغيل جي بي اس لتدور حول البوكيمون وعلامات على الارض وقصص الى غير ذلك وهي بالحقيقة فانك تمشي بكاميرا لتأخذك لاماكن وتجبرك للمشي فيها يعني هذه اللعبة فيها خطورة وخطورة كبيرة جدا كيف ذلك؟ سوف اشرح لكم يعني اللعبين ان تصور الاماكن التي توجد فيها يعني وانت غير منتبه لذلك وفيها ناس فيها اماكن فيها مكان اتاري ثانيا انجذابك للعبة لا اراديا سوف يجعل منك اخي المشاهد شبه جاسوس يعني نعم شبه جاسوس انت يعني متخيل انك تلعب لكن في الحقيقة انت تقوم بتصوير صور كل شيء حولك يعني ناس اماكن اشخاص يعني بضائع كل ما يكون حولك تقوم بتصوير وهذه اللعبة الغريب في الامر انك تلعبها اونلاين يعني انك تكون متصل بسيرفر مباصرة ويتم حفظه كل ما تقوم بتصويره اذا اي شخص يلعب هذه اللعبة يصير جاسوس نعم جاسوس مجاني لا يحتاج الى تدريب لا يحتاج الى مهارة وكل شيء يقدمه على طبق من ذهب وبارادتك وبغبائك للعلم اللعبة يعني فهي ممنوعة ومحضورة بدول معينة ويتحميلها فيجب عليك استعمال غير ذلك فان دولة استراليا قامت بعمل تحذير علنية عن هذه اللعبة انها تسبب حوادث كثيرة كل واحد يعني يقوم بالمشي في الشارع وسرحان بهاتفه يبحث عن البوكيمونات والادمان على اللعبة ثالثا اللعبة يعني وصلت الى الملايين الذين يلعبونها حتى ان الخبارة يتوقعون انها سوف يعني تقوم بالتغلب في اعداد تحميلات على موقع جوجل بلاي على اغلب تطبيقات مثلا تطبيق تويتر او تطبيق فيسبوك الخرائط والسيرفورات سوف ترتبط يعني مع بعض يالبعض وسوف تنقل كل الصورة كل الصور وبشكل اوساء واكبر الموضوع يعني اكبر بكثير من هذا من هذا الصح واخطر واكبر من تخيلاتنا حتى والغريب في الامر انك تظن نفسك ان تلعب فقط لكن في الحقيقة انت جاسوس رسمي ومن دنيا انت شهر يعني هذا ما يسمى بحروب الجيل الخامس انك تقوم باللعب او تقوم بمشاركة تطبيقات او تقوم يعني حتى عن طريق هاتفك يعني هناك دول هناك شركات تستغل هذا الغبأ لمصلحتها حتى يعني تستجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات حول الناس حول العادات كي لا اطيل في هذا الفيديو اذا وبحث عن حروب الجيل الخامس وسوف تجد يعني عدد لا متناعي من الشروحات تمنى ان تكون هذه الفكرة قد وصلت وتحذيري هذا يعني افاد الجميع نصيحتي لا تقوموا بتجربة هذه اللعبة وهنا قد اكون قد وصلت الى نهاية هذا التحذير ونهاية هذه الحلقة واتمنى ان تكون هذه الحلقة قد نالت اعجابكم لا تنسى مشاركة الفيديو مع اصدقائك حتى يصل هذا التحذير الى الجميع ولا تنسى كذلك الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك تعلم الامن المعلوماتي وكذلك الانضمام على قناتي على اليوتيوب تعلم الامن المعلوماتي لكي يصلك كل جديد اما انا فسوف اضرب لكم موعد جديد في حلقة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته